اشتركوا في القناة عن جريمة الصرقة على أن نخصص المحاضرة المقبلة وستكون إن شاء الله آخر محاضرة حول جريمتي النصب والاحتيال وكذا جريمة خيامة الأمانة الموضوع اليوم هو جريمة الصرقة جرائم الاعتداء على المال بالصفة العامة هي من أشد الجرائم خطرا على أمر المجتمع وحياة الأفراد وأمنهم في نفس الوقت وأشد جرائم المال خطرا هي جريمة الصرقة وتكمل هذه الخطورة في عصرين الأول أن المجرم يكون قد اعتاد الصرقة ومن طبع الحال عندما نقول اعتاد الصرقة فقد يكون موضوع العود في الجريمة إذن لماذا نقول خطرا وهذا عنصرنا الأول من حيث العود والاعتياد أن ارتكاب هذه الجرائم أي جرائم صرقة من الأساس من الجرائم التي تأخذ عند الجاني طابع الحرفة أو الامتهان بمعنى أنه أن صرقة تصبح وتشكل مصدر ارتزاقه أو مصدر بحث عن المال لسد حاجاته فهو لا يتكب الجريمة مرة واحدة أو لظروف طريقة بل إنه يقوم بالفعل كلما سنحت له الفرصة بل ويخطط لهذه الجرائم وهنا يمكن أن نقول خصوصا بالنسبة للمجرمين الذين يأخذون الجريمة كتابع احتراف أي ما نسميه في علم إجراء بالمجرم المحترف ثم العنصر الثاني هي أن جرائم سرقة بالدات حيث أن السرقة بالدات تكون بالأساس سرقة وراء ارتكاب الكثير من الجرائم بما فيها الضرب والجرح بما فيها إحداث عاها مستديمة بما فيها القتل العمد أو القتل الضرب والجرح المفضي إلى الموت وجرم الاعتداء على الأشخاص عموما إذا لاحظوا أن هذه الجريمة خطورتها تكمن في كونها أنها تشكل خطر المجرم من حيث أن المجرم قد يصبح مجرما محترفا أي قوم فعل كلما سنحر الفرصة ويخطط له وقعا يعمد إلى تكوين عصابة إلى غير ذلك ثم أنه للقيام بهذه الجريمة قد يقوم بأفعال إجرامية أخرى من بينها الضرب والجرح التعنيف القتل القتل العمد بل حتى إن لم يكن لها دول ذلك فإنه لا يقوم بجريمة إلا بعد أن يتناول نسبة من الكوكاين أو أن يكون في حال أو أن يتناول محلول ما إلى غير ذلك من الوسائل المهيجة التي تجعله يقوم بهذا الفعل ونعلم أن تناول بعد مخديرة خلصة المخديرة المهيجة منها تؤدي أحيانا إلى القتل وتؤدي إلى الضرب والجرح وتؤدي إلى التعنيف هذا لم يكن هذا المجرم قد خطط وفكر في القتل من أجل جريمة السرقة وندخل مماشرة إلى أركان جريمة السرقة لأن الموضوع طويل ولا يتحمل الكثير من الإسهاب في المناقشة كل عنصر على حدة إذن ما هي هذه الأركان نص عليها الفصل خمسمائة خمسة من القانون الجنائي الذي يقول من اختالس عمدا مالا مملوك للغير يعد صارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرام من مئتين إلى خمسمائة درهم فالمشرع هنا ركز بالأساس على العمد أي على عنصر العمد أي أن يقوم السرقة عمدا وليست عاردا بمناء عمدا أن نيته منصبة إلى القيام بهذا الفعل أو حينما نقول العمد نتكلم أساسا على المعنية منصبة ولكن قد يقوم بالفعل خطأ هذا ما سنراه ولكن إذا أردنا تحليل هذا الفصل فسنجد أنه له أركان ثلاثة أي ركن السرقة نشطره إلى ثلاثة أركان الركن الأول عامل يقوم به الجاني والاختلاس أي فعل لاختلاس العنصر الثاني أو ركن الثاني محل يقع عليه العمل وهو مال مملك للغير إذن العنصر أو الاختلاس العنصر الثاني أو ركن الثاني هو مال مملك للغير الركن الثالث وهو ركن معنوي يأخذ شكل القصد الجنائي دائما أي أن هناك نية إجرامية هنا نقاش كان طويل حول عنصر الاختلاس إذن ما هو الاختلاس سنحاول أن نجيز ما أمكن لتعريف الاختلاس جلد شريعات لم تعرف الاختلاس ولكن قد نجد نجد بعض شريعات أو التي اقتربت من تعريفه وكذلك أن هذا التطور الشريعي بالأخص شريع الحديد أدى إلى التفرقة بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمنة حيث جعل من ضروري تحديد معنى الاختلاس كركن في جريمة السرقة حيث يتميز عن صور اغتيال المال في جريمتي النصب وخيانة الأمنة أي أنه ب وضعية شريعين وجريم هذه الفعلين وهما جريمتين النصب وكذلك خيانة الأمنة من خلاله قد نجد أو يمكن أن نقف على تعريف الاختلاس وهذا من طبيع الحال من من خلال التفرقة بينهما لذا سنجد الفقه في فرنسا في البداية عرفه أن انتزاع الجاني الشيء من حيازة صاحبه دون رضا انتزاع الجاني الشيء الشيء الموضوع محل الصرقة أو محل الاختلاس من حيازة صاحبه دون رضا طبيع الحال هذا ماذا يميز الصرقة عن خيانة الأمنة والنصب اللي تاني لا تشتري تاني نقل المال من حيازة صاحبه دون رضا لأن في خيانة الأمنة والنصب كما سنرى ليست فيه نقل المال بغير رضا المجنعة له كما سنرى وبمعنى أن هذا انتجاه فيما يخص جريمة النصب وخيانة الأمنة استبعاد معنى الاختلاس فالاختلاس يتم بأفعال إيجابية معينة صادرة من الجاني فإذا كان الجاني مجني أو مجني عليه مثلا قد سلم المال إلى الجاني أيها كانت صورة هدف السليم كيفما كانت وهدفه سلم المال إلى الجاني مهما كان هدف السليم وما كان الهدف منه فلا يتحقق تقوم عن الاختلاس وبالتالي لا تقوم الجريمة وقد أدى هذا إلى صعوبة في توقيع العقاب على الجاني باعتباره سارقا في حالة يتم فيها أو في حالة ما إذا تم فيتسلم المال إليه بطريقة عارضة يغافل صاحبه ويمضي بما أخذه منه هذا ما جعل مثلاً القضاء الفرنسي أدى إلى استحداث نظر التسليم الاضطراري ومعنىها أن التسليم لا يلف الاختلاس إذا كانت تتلطبه ضرور التعامل في حين نجد بعض الشريعات عرفت الاختلاس نقول كيف تعرف بعض الشريعات ونخذ مثلاً شريعة الكويتي مثلاً يقول يعد اختلاساً كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضا ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى فهنا راحظوا أن المشرع الكويتي نعلم تكلم عن الاختلاس أي نقل المال من الملك الغير ولكن أدفه ولو كان عن طريق الغلط ونحن نرى أن هناك اختلاف كبير فيما يخص التسليم عن طريق الغلط كما سنرى إذن نحاول أن نضع صور لهذا الاختلاس حتى نفهمه جيدا إذن أول شيء هو إخراج الشيء من حيازة المجني عليه هذا الموضوع الأول أي أن ذلك المال المزود في حيازة شخص يلقى بدون رضا إلى حيازة المجني أي صارق إذن إذا فالك تحقق هذا المعنى أي موضوع الاختلاس لا بد أن يؤدي فعل الجاني إلى إخراج الشيء من حيازة المجني عليه لا بد لا يمكن أن نقول بأن هناك سرقة ما لم ينقل هذا الشيء موضوع السرقة من حيازة مالكه الحقيقي إلى حيازة المجني ولكن بغير رضا صاحب هذا الشيء فإن كان مثلا فعل الجاني قد أدى إلى إطلاف المال وهو في يد صاحبه فإن الفعل لا يكون اختلاسا وإن صح أن يشكل جريمة ماذا جريمة الإتلاف بطبيعة الحال هذا ما ما يقتضيه الحال بحيث لا 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 يكون المال في حوزة الجاني امتداء بيكونش عنده شاده فإن كان الشيء في يد الجاني وآبعا يرده إلى مالك الحقيقي أو تصرف في اضطرار بذلك فإن المالك يعني لا يمكنه أن يعتبر هذا اختلاسا ولا يعد اختلاسا وبالتالي لا يكون مرتكب الجريمة السرقة فلا يعد سرقا حائز الشيء المتنازع على ملكيته نعم يشكل جريمة أخرى ومتى توفرت أركانها ومتى نصعد القانون ولكن لا يشكل جريمة السرقة فقلنا أنه إذا سلمه إليه مثلا الشيء وأكلفه مثلا لنفرد أنه هناك النقاش حول مثلا كمية من العسل ومده إلى هذه مثلا لتطوقها أو شيء من القبيل فأهرقها فهو هنا يعاقب بجريمة الإكلف وليس بجريمة السرقة لأن فعل إخراج الشيء من حيزة المجني عليه إضطرارا وبدون رضاه غير متوفر والوسائل التي يمكن أن يستعملها هذا الجاني في إخراج هذا الشيء من حوزة مالكه الحقيقي لا يمكن حصرها ولا عدها وكذلك لا يمكن تحديدها فأي فعل يؤدي إلى هذه الحيزة بدون رضاه نعم ومسؤنية في هذه الحالة يعتبر سارقا مثلا يعني أساسا نحن لا عبرة لنا بها المهم هو أن يكون قد نقل هذا المال بدون رضاء الشخص مثلا فقد يمرن حيوانا على النشل ويستخدم في ذلك بل وقد يستخدم الغير حسنية كما يشير إلى عامل في مطعم ليناوله معطفا موجودا على الأحل الكراسي أو على المشجب أو شيء من القبيل فيناول العامل دلنا منه أنه صاحبه وقد يلجأ الجاني كذلك إلى وسائل غير موشير لترتب عليها انتقال شيء إلى حيازته فمثلا فمن يستعمل معتوه أو يستعمل بجنون أو طفل غير مميز إلى غير ذلك بأن ينقل له شيء فهو هنا يكون قد استعمل شخصا آخر ولكن هذا الشخص لا إرادة له ومسلوب الإرادة أساسا ثم إنه لا يعي ما يفعل ولا يمكنه أن يتصور أن ما يقوم به سرق إذن هذا كما قلنا العنصر الأول العنصر الثاني أو الركن الثاني في تكويني الركن المادي هو الظهور على الشيء بمظهر المالك بمعنى لا يتحقق الاختلاص كركن في جريمة سرقة بمجرد إخراج الشيء من حوزة صاحبه بدور ذه لا بل هنا الجالي يقوم بحيازة الشيء وتملكه بمعنى أن يجب أن يكون هذا الفعل المادي مصحوبا بنية الاستئثار بهذا الشيء والانتفاع به والتصرفه أي يجب أن يأخذ حيازة المختلص للشيء شكل الحيازة الكاملة أي نقل الملكية الشيء سارقة مثلا سعى يدوية بنية تملكها والتصرف فيها أو استعمالها إلى غير ذلك أما الحيازة الناقصة فهي التي يتوافر فيها للحائز حق الانتفاع بالشيء كما في حالة المستأشرة نحن لا يهمنا هذا الذي يهمنا الحيازة الكاملة وليس الحيازة الناقصة فإذا كان مخرج الشيء من حوزة صاحبها أي الجاني قام به الفعل ولم يتوفر له قصد الاستثار به وحيازته حيازة كامة فلا يتحقق معنا الاختلاص لأنه لم يتوفر له أحد عناصر وجوده وهو العنصر المعنوي وعليه فيكون فلا يكون مختلصا من يستولي على شيء مملوك لغيره بنية حبسه مؤقتا بمعنى مثلا أنت في نقاش مع شخص معين وأخذت أنت زعت منه شيء لتحبسه عندكم مؤقتا إلى أن يقوم بفعل أو أن يؤدي لك الثمن أو شيء من القابل أي ليست هناك نية تملك فيها نعمي التهديد نعم يمكن أن يشكل جريمة أخرى ولكنه لا يتوفر على الشرط الثاني الذي يمكن أن نقول به بأن الركن المادي متوفر إذن هنا أخذنا عنصرين عرفناهم وهو إخراج الشيء من حيازة المجني عليه ثم الظهور على الشيء بمظهر المالك ثم الشرط الثالث أو الركن الثالث وهو عدم رضا المجني عليه إذن هنش نعمل الآن نحاول أن نكون الركن المادي وهذا الشرط مستفاد ضمني وإن لم ينص عليه المشرع المغربي صراحة إذ بغير ذلك لا يتحقق معنا الاعتداء على الحياة بدون بدون رضا وطبيعة الحال مسألة واضحة و لا نقول مفترضة بقدر ما نقول أنها مستفادة دمنيا بل دمنيا وبقوة أن السلقة لا يمكن تكون إلا إذا عدم الرضا وعلى هذا بأساس لا يعد مختلي سلم أن يأخذ شيء المملك للغير برضا صاحبه سواء كان هذا الرضا صريحا أو دمنيا إلى أنه يجب أن نخلط بين الرضا الدمني وعلم المجني عليه بأخذ المال الفرق بين الرضا والعلم هو سارقة وأنا أعلم هذا يشكل أو قام بحيازتي الشيء نقله لملكيتي وحازه وكانت له نية التملك وأنا أعلم هذا يشكل جريمة سارقة لأن العلم لا يعني الرضا ما دمت أنا أنا علمت بذلك لأن قبلت إذن يجب أن نخلط بينه بين الرضا الدمني لأن هناك الرضا الصريح والرضا الدمني ذلك أن العلم ليس قارنة الرضا دائما قد يكون مقصودا به التغافل بقصد إقاع المتهم وضبطه وفي هذا الحال فهو لا يكون صادرا عن الرضا صريح وكل ما هناك أن الاختلاص في هذه الحالة يكون حاصلا بعلم المجني عليه لا بناء على رضا منه وعدم الرضا لا عدم العلم هو الذي يهم في جريمة الصرقة واعتبار على مريضا المجني عليه بأخذ الجان للمال عنصرا في الاختلاص يفيد انتفاء الاختلاص حين يكون مالك الشيء وحائزه قد سلم باختياره المتهم وهذه نقول تتير مسألة من أهم المسألة التي تعرض في الحيازة العملية فهل كانت سلم يعتبر نافية الاختلاص هذه مسألة يلزم التعرض عليها مش أن تفصل إذن شروط سلم النافية الاختلاص هناك شروط بمعنى أنا أعطيتك ولكن رخدتي برضايا بمعنى لا تعتبر مختلصا سارقة إذن لكين يكون تسلم نافيا للاختلاص لو الدمية وتوافر هذه الشروط أولا أن يكون إراديا ثانيا أن يكون صادرا عن مالك الشيء أو حائزه القانوني وتالتا أن يكون نقصد منه نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة للشيء إذن أولا أن يكون إراديا فإذا وقعت سليم بناء عن إكره أو تهديد أو إذا صدر عن إرادة لا يعتد به القانون كما كان صادرا عن مجنون أو صغير فلا يعتد به ولا ينفي الاختلاس وبالتالي فمن يجبر غيره على أن يسلم ماله عن طريق التهديد يكون مرتكبا لجريمة الصرقة ولا ينفي تسليم المجنعة للمال ركن الاختلاس ونفس الوضع بالنسبة لتسليم الصغير غير الممييز والمجنون أو السكران فأي منهم لا يعتد بتسليمه وهو في حقيقة الأمر ليس إلا آلة استخدمها الجاني للاختلاس تانيا أن يكون تسليم صادرا عن مالك الشيء أو حائزه إذ أنه من المسلمي أنه فاقد الشيء لا يعطيه ومثل ما فلا يتصور أن تنقل حيازة الشيء إلى الغير إلا لمن كانت له على هذا الشيء الصلطة قانونية سواء بوصفه مالكا له أو حائزا له حيازة ناقصة كالمسأجر إذن فهنا نتكلم عن أن يكون تسليم صادرا عن مالك الشيء لاش باش أنه فيه عنصر الاختلاس لولا قلنا أن يكون إراديا بمعنى أنه بكامل إرادته ثم التاني أن يكون هذا تسليم صادرا عن حائز الشيء أو ما لك ثالثا أن يكون مقصودا به نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة إذ لا يكفي أن يكون تسليم إرادين وصادرا ممن يملك إصداره مالك أو حائز وإنما ينبغزي ذلك أن يكون مقصودا به نقل حيازة هذا الشيء إلى المستلم إما كابلة بقصد التمليك أو ناقصة بقصد الأمانة بهذا نكون تكلمنا عن الشروط النافية للاختلاص وقلنا أن يكون إرادين أن يكون صادرا عن مالك الشيء وأن يكون المقصود به نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة للشيء الآن سنتكلمها بإجازة دائما عن التسليم الحاصل عن خطأ لأن تكلمنا عن تسليم الضمن أو عفونا الإرادة الضمنية وقد تكون كذلك الإرادة صريحة ولكن تسليم عن خطأ كيف ستكون في الإرادة إذن هذه صورة من تسليم التي تارت نوع من الاختلاف بين الفقه بين من يذهب إلى أن التسليم في هذه الحالة لا ينفي الاختلاف لأن إرادة المسلم لم تكن واعية بسبب الخطأ الذي حدث وأنها لا تختلف في هذه الحالة عن إرادة الصبي غير المميز الذي لا يدرك حقيقة فعله بل ومن بعض الفقهاء من أنكر حدوث التسليم أصلا من أنكر حدوث التسليمي أصلا لأن الإرادة تشهد إلى شيء آخر غير ما تم تسليمه بالفعل بينما هناك فقه آخر يرى أن التسليم عن خطأ ينفي الاختلاس لأن الباعد على تسليم شيء وحصول ذلك التسليم شيء آخر فحصول خطأ خطأ في سبب التسليم أو علته أو الباعد عليه لا يمنع تسليم الذي حصل في الواقع وانتقلت به حيازة إلى المستلم فلا يمكن القول بعد هذا أن المستلم اختلس الحيازة وهذا هو الرأي الراجح عند الفقه والقضاء إلى أن مثلا في التسليم قد يقعوا في شخص المسلم عندما نتكلم عن الخطأ قد يقعوا في شخص المستلم مثلا أنا بغيرت أعطيه زيد فأعطيت لي عمر وظننت أن عمر هو زيد فكما يؤدي دين معتقدا أن من تسلمه منه ذلك الدين هو صاحبه مثلا أو في المحتات الجوية في محتة القطار محتة حفلات إلى غير ذلك عامل الأمانات قد يسلم حقيبة إلى غير صاحبها ويأخذها هذا الآخر دمنا أنها حقيبته لأنها تشبه حقيبته لأنها تشبه حقيبته أصلا إذن فهنا هذا تسليم خطأ وهذا هو المثال الذي يعطيه بعض الفقه ما لم يكن قد علم بها وعرف بأنها ليست بحقيبته ومع ذلك أخذها فهنا من هذه الحالة ينهض عنصر الاختلاس إذن من التي كنت تكلم على هذه المواضيع أو هذه الحالات سليم التي ينتفي فيها الاختلاس وهي كما قلنا أن يكون إراديا أن يكون صادرا من مالك الشيء أو حائز القانوني وأن يكون نقصود منه انتقال الحياز الكاملة أو الناقصة للشيء نتكلم كذلك دائما وبإجاز عن بعض أو بعض حالات للاختلاس لأن يمكن تكلم على كثير من الحالات لكن سنعطي بعض الأمثلة حتى تظهر الصورة جليل مثلا رب البيت يضع تحت يدي الخادم أمتيعته لاستخدامها أو تنظيفها وصاحب العمل يضع تحت يدي عماله لأدوات اللازمة لقيامه من العمل أو البطاعة التي يقوم بها لأن هنا تسليم وتسليم إراضي بكم الإراضة فمثل هذا تسليم ينفي الاختلاس إذا وقع من أيهما علاش لأن هنا الخادم والعامل لكي يتمكن بتأدية مهامه لمدى من هذه الأشياء أو هذه الأدوات إلا أنه إذا أخذها إذا يقصد نقل الحيازة ما كان مشكلة ولكن إذا قصد نقل الحيازة هذه الأشياء فهنا لا يمكن أن أعتبره سارقا بل هنا يكيف إلى مثلا خيانة الأمنة أما إذا كان تسليم المقصود به قياب عمل قانوني نيابة قانونية أو نيابة موظف على رب العمل إلى رب العمل والحسابه مثلا تسليمه نقود أو تسليمه شكات إلى أغير ذلك أو أشياء التي يقوم بها أو مبلغ من المال يضعه في البنك إلى آخرين أو ليسلمه لشخص آخر فيما تتلقي الحالة إذا استولى أي منهم على ما سلما إليه عد كذلك خائنا للأمانة ولا لم يتوفر هنا وعنصر الإختلاص إذا الأهلا نحن نتكلم عن الركن المادي ولكن لاحظوا أن الركن المادي كما قلنا فيه عناصر ثلاثة كما بدأنا في البداية وبدأنا نناقش وهذه الأركان كما قلنا ونحن نناقش الصرقة قلنا عاما يقوم به الجاني وهو الاختلاص محل يقع عليه الماء يعني نقول المحل الذي يقع عليه فعل الاختلاص أي المال الملوك الغير ومن طريقة الحال حين دمنا نتكلم عن هذا المكان أو المحل نقول بأنه العنصر الثاني الذي يكون ماذا يكون ركان جريمة الصرقة ما هو هذا الشيء بإجاز ومحل الاختلاص أي الشيء الذي تم نقله من ملكية صاحبه بدون رضاه إلى ملكية الصرق أو الجاني إذن لكي تحقق معنى الاختلاص كما سبق تحديده باستيلاء الشخص على ما في حوزة غيره بنية الاستئطار به وبدون رضاه يجب أن يكون هذا المال أولا ماديا حتى يمكن نقل حيازته من مالكه إلى مختلسه ثانيا أن يكون هذا المال منقولا لأن انتقال حيازة العقار عن طريق زعيه من حائزه أمر غير متصور قانونا ثالثا ويلزم أخيرا أن يكون مملوكا للغير فلا اختلاس لمال لا مالك له أو ملك لمن أخذه إذن هذه عناصر لتحديد محل أو موضوع الاختلاص إذن مجلوله هو المال المادي هو كل شيء له كيان ملموس يصلح في نظر القانون أن يكون موضوع التملك إذن لا بد من عنصر مادي مجسّب يمكن نقله ويمكن لمسه ويصلح لأن يكون موضوعا للتملك أي كما سننقش هناك أشياء لا يمكن رغم أنها مادية من الموسى لا يمكن أن تكون موضوع الاختلاص كما سنرى ولكن هنا الأسس ما هو في هذا الشيء المادي هو أن يكون مملكا للغير إذن فكل مال يصدق يتصف بصفة المال لعدم قابل التملك رئيس لحق قانون أن يكون موضوع السرقة لأن نقل شيء ماتي هناك الأشياء المزردة التي لا يمكن أن تعتد تعتبر سرقة كالحقوق المعناوية مثلا مثلا إن تكلمنا عن جريمة التقليد وجريمة التقليد تدخل في باب حقوق الملف وفي الملكية الأدبية والفنية وينصل للفصول من 575 إلى 579 من القانون الجنائي فهي مثلا تقليد كتاب تقليد أغنية تقليد إلى آخره أو تقليد لوحة زيتية أو تقليد فيلم إلى غير ذلك هذه كلها لا يمكن أن نعتبرها سرقة تدخل هنا في باب الملكية الأدبية والفنية وندخلها في جريمة التقليد وليست جريمة سرقة هي لماذا؟ لأنها ليست بمال منقول العقار كذلك يمكن تصوره العقار وثابت كما سنرى إذن قلنا ولو كان هذا الشيء مادئا قد لا يصلح لأن يكون مالا فالإنسان بنية الإنسان لا يمكن أن نبع إنسانا لإنسان إنسان لا يباع رغم أنه شكر ماتي وقد يكون الموضوع ماذا؟ جريمة أخرى وهي جريمة اختطاف البقرة نعم هذه مال رغم أنه حيوان دب بالكائنة الحية ولكنها تقوم بمال إذن لا يجب أن نعمم بل أن نتكلم عن ما لا يستحيل تصور نقله هنا قولوا أن هذا موضوع الاختلاص أما غيره فلا يمكن أن نقول كذلك فهنا رغم أننا نتكلم عن المال فمن طبيع الحال هذا المال يجب أن يكون مالا منقولا بمعنى المال منقول في ندق القانون الجنائي يختلف عن المعنى في القانون المدني في القانون المدني يدفي أحيان وصف العقارات على منقولات بطبيعتها ماذا مصاحبها قد خصصها لخدمة العقار أي العقارات بتخصيص وغير أن هذا مجرد افتراض قانوني لا يغير نغير طبيعة الشيء عندما نقول هذا الأسرة هي مال أو عقار بتخصيص لكونها رصدت لخدمة هذا الفندق فهذا وصف قانوني وتحديد قانوني ولكن هال السرير عندما ينفصل على المكان يصبح منقولا إذن هنا يجب التمييز ما بين القانون المدني وقانون الجيني القانون الجيني يعاقب سرق سرير هذا السرير تعاقب لأنه فيه نقل مال مملوك للغير وبنيتي تملك إذن كلم تقي أن يكون مدلول المنقول في القانون الجيني أوسع في مدى من القانون المدني العقارات بطبيعتها كالدور والأشجار والأراضي لأخيه لا تصلح محلا للسرقة هذا هو الأصل ولكن إذا نزع الشخص الزائل من العقار واستولع لها كبعد أبوابه أو نوافده فإنه يكون سارقا ولو قطع شجرة واستولع لها عندما يزيلها من مكانها وينقلها إلى مكان آخر مثلا فهنا فيه توفر عنصر الاختلاث وتوفر عنصر نقل المال المملوك لأن هذه الشجرة أصبحت منقول هي مال منقول وأزيلت عليها صفة العقار ثالثا أن يكون هذا المال مملوكا للغير يحيط على العنصرين لابد أن يكون مملوكا ولكن ما هو هذا المال مملوكا للغير كما سأر العنصر أول أن لا يكون المال موضوع الاختلاث مملوكا للجاني أنا صارق وشي حاجة يلي عنشي واحد أخر فلو كان مملوكا لهم فلا جريمة في فعلي حتى ولأعتقد أن المال ليس له فالعبرة بالحقيقة لا بمجرد الاعتقاد واجب في الحال أن تكون ملكية المال لمن أخذه تابتة وقت الاختلاث دعا مثلا أنا عندي مثلا هاتف نقال تركته عند الشخصين أو نسيته بأحد الماكين وجئت ووجدته لزم موضوعا أو قد وضعه صاحب ذلك محل في جانب ظاهر وأخته انصرفت فهذا أخته شيء ملك لي يحتول ورفع دعوا بالسرقة فليس فهذه من المستحيل لا نعتبرها اختلاص إذا إذا كان ملكا حتى حتى ولو خطع جاء بورتالو الزو ضر منه أنه ذلك الهاتف نقال هو في ملكيته ولكن تيبين فيما بعد بأنه ليس في ملكيته في ملكيته شخص آخر كان قد نسيه إذا هنا خطع في التقدير ولا نقول بأنه هذا يشكل عنصر اختلاس إذا يكون هذا المال مملوك للغير ذلك من اعتبات ملكية المال للغير هي أفضل طريقة لنفي ملكية المتهم للمال مهما تابت أن المال مملوك للغير فمن طبيعة الحال وهذه نقشناها ونقشناها نقول بأن عنصر الاختلاس متوفر ماذا بدون رضاه ومصحوب بسؤنية هناك بعض الأموال التي رغم أنها تقدر بمال ولكن لا يمكن أن نقول بأن الجاني قد اختلسها كالأشياء المباحة التي لا مالك لها وهي جوز أن تكون ملكا لأول واضع يدين عليها لا يعد استلاء عليها سرقة كالأسماك في البحر مثلا والأنهار والحيوانات والطيور البرية في الغابات وفي الفضاءات وفي البحار في بعض الأحيان إلى غير ذلك فبكث هذه الأشياء يباح لكل إنسان صيدها وتملكها لكن إذا صادها إنسان ودخلت في حيازته أصبحت ملكا له فإن اختلسها واحد منه عد عمله صارقة وكذلك المياه في البحار والأمهار تعتبر الإشياء المباحة التي لا يجل الإنسان أن يأخذ منها دون أن يعد فعله أن يأخذ منها يعني المباحة التي يجل الإنسان أن يأخذ منها دون أن يعد عمله ذلك صارقة إذن هذه لكي نحدد لكن مثلا شخص نقال جلتين من الماء من النهر وجاء شخص واستولى عليه إذن الأول قام بفعل المشروع وهو أنه أخذ هذا الماء من نهر مباح للجميع وأصبحت انتقلت هذا الماء أصبحت في ملكيته وفي حوزته وأصبح مال مملوكا له ونقله إلى منزله فجاء شخص وأصارقة هتين الجلتين فهذا الثاني يعد صريقا لأنه استولى على مال مملوك للغير كذلك الأموال المتركة وهي الأموال التي تخلى عنها أصحابها كالملابس الأمتعة البالية وفضلات الطعام والحيوانات النافقة وهذا هذه باحة لكل نسان تملكها بوضع اليد عليها بعد أن تخلى عليها أصحابها إذن الواحد جاء ورمت لأرمى مثل الملابس القمامة أو وضعها إلى جانب منزله أو حاسوب يعني ما قلنا عن ما أنه مستعمل كثيرا وأرد تخلص منه أو طاولة وإلى غير ذلك وجاء من أخذها فهي تصبح مالا مملكا لوضع اليد عليها لأنها أموال متركة وهنا يحضرني حكم قضائي في فرنسا لكوني شخص من الذين يجمعون النفايات وكانت قلبنا الدور والأزيقاء يبحثوا في القمامة فوجد له حزيتها وأخذها وبعها لشخص لتاجرين يبيعوا الأشياء الأتارية والتحف الفنية أخذها هذا الثاني وأعاد صيامتها وعرضها للبيع فمر صاحبها إرسام الذي رسم تلك اللوحة وقال له هذه اللوحة لقد تخليت عنها في الماء عتى صيامتها وعرضها للبيع قال هذه كانت متركة ومن الأموال متركة ويحق لأول من وضع ليد عليها إذن كانت هناك دعوام القضاء فحكم القضاء لرسم قال نعم المتركة هي من كل من وضع ليد عليها ولكن فيما يتعلق بالجانب المادي لللوحة أي القماش والخشم والإطار إلى غير ذلك أما موضوع اللوحة الزيتية فإن صاحبه لم يتخلى عليه بل رفض تقرير أنشره ورفض أن ينشر وهذا يدخل في إطار من طبيعة الحال الحقوق المعنوية ويدخل في إطار الملكي الأدبية والفنية ثم الأموال المفقودة مثلا هي التي لم تصبح في يدي ملكها لا لأنه تخلى عن ملكيتها ولكن لأنها فقيدت منها ولذلك فهي ما زالت على ملكي مثلا تحلو بورتابل تحلو بزطان تحلو حقيبة يدوية ساعة إلى غير ذلك ولم ينتبه لهذا الأمر فهنا ليست له نية تخلى هذا الشيء المفقود أي الذي فقده فهنا هذا يدخل في باب الفصل 527 من القانون الجنائي الذي ينص على الميل من عثر مصادفة على منقول وتملكه بدون أن يختر به مالكه ولا الشرطة المحلية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة ويعاقب بنفس العقوبة من تملك بسؤنية منقول وصل إلى حيزته صدفة أو خطأ لأن الأساس في هذا هو أن هذه الأشياء لا زلت في ملكية أصحابها ولم يتخلوا عنها ووضعوا اليد عليها يعلموا أنها لا يست في ملكيته وأنها في ملكية من أضاعها إذن هنا سمجيد كذلك الفصل 527 يعاقب ويعاقب بنفس العقوبة ويعاقب بنفس العقوبة من تملك بسؤنية منقول وصل إلى حيزته صدفة أو خطأ إذن هنا المثال الذي سبق أن أعطيناه سابقا فيما يخص مثلا حامل حقيبة التي أخذ خطأ من المحتى ولم يكن يعلم بأنها لغيره أي دمنا بأنها حقيبته وفإلى حده هنا لا يعتبر غطة أرد سارقة وهذا قد أخذ بردة صاحبه ولكن عن طريق الخطأ أي أن الأمين أمين البضايا وأمين الأمتعاء هو الذي سلمه له ظنا أنها لهذا الأخير إذن عندما يعلم بأن لست في ملكيته وربما موجد في أشيئة ميناء أو شيء من القبيل فأحتفظ بهذا لنفسه وهو يعلم أنه أخذ على الخطأ ويعقب بهذه العقوبة أي من حبس من شهر إلى سنة إذن هنا سنجد كذلك المشهر المغربي على رغم أن الكثير من يناقشون موضوع مثلا سرقة مثلا القهوة الكهربائية أي الطو هناك خلاف بين الفقه فيما يخص هذا الموضوع أي هل تعتبر هذا الموضوع هذا النقل اختلاس أم لا ولكن في الأخير سقرنا الكثير من الفقه على اعتباره اختلاسا لأن هذه القوة الكهربائية مقومة بمال وتنقل منفعة مالية وهي الضوء إلى صاحبها المنزل لذلك سنجد المشهر المغربي نص على العقاب في هذه الحالة في الفصل 521 الذي يقول من اختلس عمدا قوة كهربائية أو أي قوة ذات قيمة اقتصادية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغارب 250 إلى 2000 درهم وبحده هاتين العقوبة الفق لاحظون دائما نصر العبد لا بد أن يكون حاضرا لأن هذا من الجرائم ذات الجرائم العبدية أي أن هناك السنية بالقي هذه القوة الكهربائية أو أي قوة مماثلة لأن هناك مثلا الآن هناك كذلك مولدات الكهربائية بطرق مختلفة كذلك مولدات طاقة الهواتيف إلى غير ذلك كل هذه الأمور يمكن أن تختلص أحد أن المشاكل المغربي استعمل عبارة الاختلاص التي هي مصطلح نقشناه وأفضنا فيه قبل قادي إذن قلنا أن السرقة هي جريمة عمدية إذن لابد من القصد الجنال السرقة أي نقل مال مملك للغير بدون رضاه إلى ملكية الجاني بمعنى أن هناك فعل عمد وأن هناك نية جرامية في المشرع نص على عمدية الفعل إذن فالصرقة جريمة عمدية بالأساس لأن المشرع ماذا يقول من اختلص عمدا إذن هذا لا خلاف فيه بين الفقه والقضاء إلى غذية ولكن الخلاف متى يتور يتور حينما يأتي البحث في طبيعة هذا العمد هذا هو عمد العمد المطلوب العمد العام أم العمد الخاص إذن فمن هذا المتلق سنحاول أن نقص عناصر القصد الجنائي في السرقة يقوم القصد الجنائي في السرقة شأنه شأن القصد الجنائي المطلوب توفوره في جميع الجرائم وهي معروفة هي الإرادة والعلم لأنه إذا انتفات الإرادة والعلم فلا يمكن أن نقول بأن هذه جريمة عمدية فالإرادة إرادة الجنائي في جريمة السرقة لا بد أن تتجه إلى اختلاث الشيء المنقول من حيازة مالكه بمعنى أنه يجب أن تتجه إلى السيطرة المادية على الشيء بالاستيلاء عليه ثم يتوفر لها العنصر المعنى هو الظهور على الشيء بظهور الملك إذن أنت تبحث هل هذا الشيء السخص قام بهذا الفعل الذي نريد تكيفه إلى السرقة أو نبحث في تكيفه إلى السرقة هل هي سرقة أم لا يجب أولا أن نبحث هل إرادة الجنائي كانت فعلا المتجهة إلى نقلي أو الاختلاس هذا الشيء المملكي لصاحبه صاحب الحاكمة الذي تكلمناه قبل قليل لم تكن في نيته اختلاس هذه الحاكمة فهو منزم بردها إلى صاحبها إذن فهنا لا يوجد العنصر الاختلاس ولكن إذا عالم هل ندخل العلم بها وبقيت في حوزته وترك علمسه وبسؤنية من أجل أن يتملكها هنا يقوم الفعل إذن يرى الجن في جنة السرقة قلنا تتجي إلى اختلاس الشيء المنقول ونقله من حيازة صاحبه ويجب أن تنتج الإرادة أولا إذن إذا إخرج شيء من حيازة صاحبه إذن إرادة شيء لا جنة فإن فإن كان هناك من دسل جان في جيبه أو في حقيبته دون علمه فلا تحقق الفعل لأن الإسترا كيرادة رغم أن هذه الملكة نقيلت وهي موجودة في حوزته ولكن النية لم تكن منصبة أساسا على تملك هذا الشيء إذن لا بدأ تكون منصبة أساسا على تملك هذا الشيء وحيازته ونقول أولا إخراج الشيء من حيازة صاحبه وتانيا مباشرة حتى نتمكن من الموضوع يجب أن تتجه الإرادة إلى الحيازة الأول النقل والتاني الحيازة الشيء وتكون حيازة ما بقصد الاستيطار كما قلنا نقشنا فإن كان أخذ على سبيل المزاح مع صاحبي فلا يتوفر معنى اختلاس إذن فهنا لا بدأ من هذين العنصرين ثم نأتي إلى العلم وإذن في العلم قلنا تكلمنا على الإرادة بمعنى نقل الشيء وبينية تملكه هنا نبحث في علم الجاني أي أن يكون عالما وقت اختلاس المنقول أنه مملك لغيره عارف بأنه مش ديله أو ديل آخر فإذا كانت ملكية الشيء التي استولى عليها الشخص موضوع لزاع جدي بينه وبين المجن عليه فهنا هذا بين المزاوشين الجاني لم يتير لديه أدنى شك في ملكيته لما استولى عليه فتبقى فتبقى مساءلته في هذا الأمر مدني هو لا قال الشيء من حيازة الشخص دارنا أنه في ملكيته هو وليس في ملكيته الذي سلب منه وهي موضوع لزاع مدني فهنا لا يمكن أن نقول بأن هذا اختلاس لأن هناك أصلا قضية طرحة أمام المحاكيم وأن هذا النقل كان بحسن وليس بسوئن كذلك القصد الجنائي يتخلف إذا كان الشخص معتقد أن المال الذي استولى عليه مباح ومترك أو أن صاحبه راض عن أخذه مثلا الشخص وضع نقول مثلا طاولة قديمة متأكلة أمام بيته وجاء سخصدرنا منها من الأشياء المتركة التي تتخلى عن أصحابها فهذا لست في نيته اختلاس هذه الطاولة أو نقل هذا المال الذي يظن بأنه مباح وليس مملوك للغير فهنا وكذلك الغالط بشأن الملكية ينفي القصد الجنائي في السرقة كالمسافر الذي يأخذو كما قلنا حقيبة جاره قبل قليل ثم طبيعة القصد الجنائي في السرقة ما هي طبيعة الفقهاء يقسم القصد الجنائي إلى عام وخاص هذا معروف أما العام فهذا هو الأصل وهو الذي يجب أن يتوفر في كل الجرائم العمدية ويقوم العنصرين هم العلم والإرادة بمعنى أن تتجه الرجل إلى التنفع المادي عن علم ووعي بما يقومه وفي نفسه الوقت تكون له رغبة في إحداث النتيجة الإجرامية أي أن هناك قصد يتجه إلى أحداث النتيجة الإجرامية أما القصد الخاص فإن تكون نية تجهت إلى غاية معينة بحيث يقوم عنصر القصد العام أي العلم والإرادة ولكن يمتاز بأن العلم والإرادة فيه لا يقتصرني على أركان الجنائي وعناصرها وإنما يمتداني بالإضافة لذلك إلى وقع ليست في ذاتها من أركان الجريمة هنا وطبيعة الحال لا وجل القصد الخاص بدون القصد العام أي أن الجريمة يقال بتوفر القصد الخاص فيها لا يبدأ فيها أولا من القصد العام نأخذ جريمة القتل يقال أن القصد الجنائي فيه قصد الخاص بمعنى أن الجاني تتجه إرادته إلى مادية فين ثم يجب أن تتجه إرادته إلى إزهاق الروح إذن في جلبة السرقة يذهب اتجاه إلى أنه يشترط أن يتوافر فيها القصد الجنائي الخاص وهو نية التملك القصد الخاص بالنسبة لها الاتجاه وهو نية تملك الشيء المختلس إلى جانبي طبيعة حال توفر القصد الجنائي العام الذي يتمثل في كون جريمة عنديا ولعله يكون قد اتضح أن القصد الجنائي في سرقة أنني تملك هي عنصر في ركن الاختلاص ثم إن القصد الجنائي يجب أن يكون معاصرا لوقوع الاختلاص وهكذا فمن المسلم به كقايدة عام أن القصد الجنائي يجب أن يكون معاصرا للاعتكاب الفعل المادي المكون للجريمة فإن تخلف وقت ارتكابها فلا تعد الجريمة عمدية حتى ولو توافر بعد ذلك وهذا أمر يصدق عليه جريمة سرقة كما يصدق على كفة الجرائم الأخرى من هذا المنتلق فلا أخذ مثال العامل في المصنع إذا أخذ بعض الأدوات ليستخدمها في بعض أموره الخاصة ثم خطر له بعد ذلك الاستئتار بها وعدم ردها إلى ساحبها لا يكون سارقاً لأن القصد إذا مواكم فعل الاستيلاء وإنما تولد لديه بعد ذلك ولنفرد أنه أخذها وتركها جانباً أي وضعها غيرها من مكانها ووضعها في جانب آخر في ذات المصنع لم يخرجها من المصنع وجاء شخص آخر ووجدها قريباً من الباب فاستولى عليها وأخذها بنية التملك أي أن نيته الإجرامية منصبة على السارقة على الاختلاص أي أن هناك سؤنية بمعنى أنه وجدها قريبة وخطر في باله أن يحوزها فهو هنا يكون قد نقل ملكية هذا الشيء من صاحبها الذي هو رب المسلم مثلاً إلى ملكيته الخاصة فيتفر عنصر الاختلاص وخلق الاختلاص وعنصر من ثابت الحال القصد الجيني وبه يكون هو السارقة أما الأول فإنه لم يقم بهذا الفعل المحاولة في السارقة المحاولة أو الشروع أو البدء في التنفيذ أو بقصد ارتكاب الجينية إذا أوقف أو خاب أطارها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها هنا كيمكن نرجع الفصل 114 الذي ينص على المحاولة ويحدد متى تكون المحاولة في الجينية لأننا نحن هنا أمام السارقة والسارقة قد تكون جنحة وقد تكون جينية وبطبع الحل في وضعها الطبيعي أو البسيط تشكل جنحة وليست بجينية إذا الفصل 114 يقول كل محاولة ارتكاب جناية هنا نتكلم عن ماذا عن جناية ونعلم أن الجناح لا يمكن أن نعاقب فيها على المحاولة إلا من صين خاص يقول فصل 114 كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالسروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل أثر متوخة منها إلا لظروف خارج عن إرادة مرتكبها تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة لاحظوا الفصل 115 الذي يلي الفصل 115 لا يعاقب على محاولة جنحة إلا بمقتدى نص خاص في القانون وهنا نحن نتكلم عن السريقة قد تكون في شكلها البسيط وهي تشكل جنحة وقد تكون في شكلها المشتد وهي تشكل جناية كما سنرى إذن فهنا المشرع في الفصل 539 ينص على المحاولة في السرقة كجنحة أي في السرقة بشكلها البسيط والعادي ماذا يقول في 639 في جميع الجرائم مشارئ إليها في فصول هذا الفرع أي هنا جميع الجرائم مشارئ إليها فيما يخص موضوع السرقة إلي اختلاس مال مملوك للغير بدون رضاها في جميع الجرائم يجوز الحكم على المتهمين أيضا هذا الحكم للعقوبة بالحرمان من واحدين أو أكثر من حقوق المشارئة في الفصل العين وبالمنع من الإقامة من 5 سماوات إلى 10 هذا الفقرة الأولى والذي لا تهمون هنا فقط أرأت قراءتها للعم وكذلك حتى نأتي أو نصل إلى الفقرة بيت القصيد أو الفقرة بيت القصيد عفوا وبدأت تقول الفقرة ويعاقب على المحاولة في تلك الجنح بالمعاقبة المقررة للجريمة التهمة إذن هناك نصر خاص يجرم المحاولة في جريمة سرقة إذا كانت تشكل جنحة وليست جناية ونعلم أنها في الجناية هي أساسا معاقبة عليها بالمقتدى الفصل 114 الذي يعاقبه على كل المحاولة في كل الجناية إذن ما هي المحاولة فمتى يعتبر الفعل أو فعل الجاني بدءا في التنفيذ في جريمة السرقة حتى يمكن أن يشكل جريمة المحاولة مثلا الآن نعطو بإجاز بعض الحالات أو بعض العناصر التي تفيدنا في اعتبار السرقة أو الأخذ بالمحاولة في السرقة أولا حالة المساس بركل المادي للجريمة وذلك بأن يكون الجريمة توصل فعلا إلى الشيء الذي أرد اختلاسه ووضع يده عليه ولكنه لم يستولي على حيازته كاملة مثلا لصدخ المنزل ووضع يضع على بعض امتعاء ولكنه ضبط قبل خروجه هنا لم يتمكن من نقل ذلك المال الملك الغير إلى حزاته والملكات وإخرجه من مكانه إذن لا هنا هذا محاولة ويعاقب كالجريمة التامة ثانيا لا يشترط أن يكون العمل الذي أتى الجاني بدلا في تنفيذ الروك المادي لكي يكون محاولة ولكن يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني من أنه سابق على تنفيذ الروك المادي للجريمة إلى أنه فعلا يشكل الخطوة الأولى في سبيل تنفيذها ويدل بلا لبس على قصد أو قصده الجنائي في ارتكاب الجريمة إذن فمثلا هنا لأخذ مجموعة من اللصوص تسلق جدار مراسق للمنزيل مثلا لكي يقفز إلى ذلك البيت الذي هنا سارقته ويأتوا بسلمين وسعادوا إلى الصحيه هذا بطبع من طبيعة الحال تم يلقاه القبض عليم في حالة تلموذ في الصحيه المنزيل في أفق النزول إليه من نافذ المجدى في الطبق العلوي أو في أفق النزول إليه من باب المؤدي إلى السطح بعد أكسره إلى غير ذلك فهذه من طبيعة الحال تبين بجلاء أن هذا يشكله فعلا محاول ومثلا نحن نعلم أن صحاب درجة النالية يقفلون هذه الدرجة ومعلوم ذلك الرابط الذي نقفل به أو السلسل التي نقفل بها الدرجة النالية مع شيء تابت وجاء شخص وكسره فهذا يتبين بأساسا أنه يريد سلقة هذه الدرجة النالية ويعاقب على المحاولة كجريمة تامة الآن سنتكلم عن العقوبة وسيتبين من العقوبة أن جريمة السلقة قد تكون تشكل جنحة في شكلها البسيط وقد تشكل جنيا كما سنرى إذن المشارع المغربي عقب على السلقة في صورتها البسيطة من حبس من سنين إلى خمس سنوات وغارم من مئة وعشرين إلى خمس مئة درهم هذا ما جاء به الفصل الخامس على أنه وخفف العقوبة إذا كانت الأشياء المسرقة زهيدة القيمة إلى الحبس من شهر إلى سنتين وغارم من مئة وعشرين ومئة درهم الفصل الذي يعني الفصل خمس مئة درهم إذن في الأصل السلقة أنها جنحة ولكن المشارع كما قلنا قبل قليل عقب عليها بعقوبة الجيناية إذن مرتكبت في ظروف المعينة وسنحاول التطرق إليها بإجاز إذن الحال الأولى التي اعتبر في المشارع السلقة جيناية وعاقبها فيها بعقوبة جيناية مثلا من الصالحي الفصل 75 يعاقب على السلقة مسيج المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا سلاحا يعني السلاح يشكل خطورة من طبيعة الحال وعندما نقول السلاح يجب أن نعود إلى ماذا إلى الفصل 303 الذي يعطينا ويعرف لنا السلاح في القانون المغربي كما سنرى لأن هناك أسلحة متنوعة مختلفة وهناك ما هي في حكم السلاح ولكن المسرع المغربي حاول أن يحدد معنى السلاح في الفومي القانون الجنائي في فصل 303 يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات والأشياء الواخصة والرادة والقاطعة والخانقة إلى غير ذلك طبيعا الحال لا يمكن تعرف كل آداء من هذه الأدوات لأن سأخذ قصة طويلة ولكن المشارع الأقل أشار إليها وترك كذلك القضاء تحديدها بدقة في حالة استعمالها لأن العقوبة كما تعلمون عقوبة كبيرة جدا أي العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد إذن هنا هذه حالة الأولى وتتبقوا فيها نفس العقوبة إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في النقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصة لهروبهم إذن هنا قد يكون حاملا السلاح وقد يكون السلاح موجود في النقلة التي سيستعملونها السارق بمعنى أن هذه الأدوات التي أشار إليها الفصل المؤكرة واعتبرها سلاحا يمكن للفاعل أن يكون حاملها ويمكن أن يكون قد تركها في النقلة ترك مثلا بندقية ترك متفجرة ترك أسلحة رادة أو واخزة إلى غير ذلك فهنا حمل السلاح يشكل أساسا جديمة الظرف مشتد في حالة ارتكاب السارقة الحالة الثانية والتي نصى عليها الفصل 508 ونعلم أن المشتد يحاول ما أمكن أن يضيق حتى يحتد الفعل الذي يعتبر جينيو التي تشدد به العقوبة لأن السارقة في الشكل البسيط واحد سارقة في السارقة التي تدخل في عدد الفصل 505 ولكن هنا عندما نستعمل السلحة والنقلات وكذلك من الصارقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل للقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل أو في تقسيك الحديدية أو المحطات أو المواني أو المطارات أو أرصفة الشحن والتفريغ إذا اقتارت بضرف واحد على الأقل من الظروف المشتدة المسارة إليه في الفصل التالي يعاقب بالسجن من 20 إلى 30 سنة لابد من الاقتران بالضروف التي نص عليها الفصل 519 كما سنرى لأن مثلا نفرض أن شخص قاب بسارقة بسيطة مثلا سارقة مال من جيبي شخص آخر في محطة المحطات الموانئ أو المطارات إلى غير ذلك والمشارع الفصل 519 ينص على هذه الأماكن ولكن هنا تعتبر سارقة بسيطة لأنها لم تقترن بأحد الظروف التي نص على الفصل 519 كي تشدد العقوبة أي من 20 إلى 30 سنة إذن ما هي هذه الظروف التي نص لها الفصل 519 التي يجب أن تقترن بالسارقة داخل هذه الماكن التي نص لها الفصل 580 فهي أولاً استعمال العنف أو التهديد به أو التزي بغير حق بزي نظامي أو انتحار وظيفة من وظائف السلطة ارتكابها ليلاً ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معدل السكن أو أحد منحقاته إذا استعمل السلق ناقل لذلك محرك لتسهيل السلق أو الهرب إذا كان السلق خادماً أو مستخدماً بأزر ولو وقعت السلق على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه إذا كان السلق عاملاً أو متعلماً لمهنة وارتكب السلق في مسكان مستخدمه أو معلمه أو محل عمله أو محل تجارته وكذلك إذا كان السلق بمن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكبت فيه السلق الحالة الثالثة ونصى عليها الفصل الخمسمائة وتسعود الذي نقشناه قبل قليل وسأقرأ فقط الفقرة الأولى لأن ما جاء بعد هذه الفقرة هو ما نقشناه قبل قليل عندما تكلمنا عن الطرف المقترنة بالسلقات التي ترتكب في الطرقات العبوبية إلى آخرها أي منصى عليه الفصل خمسمائة وتسعود إذن ماذا تقول الفقرة الأولى من الفصل خمسمائة وتسعود يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السارقات التي تقترف بذرفين على الأقل من الظروف الآتية أي الظروف التي نقشناها قبل قليل استعمال العنف التكابة ليلان تهديد إلى آخره ولكن المشاريع هنا هو يعاقب من عشر إلى عشرين سنة متى إذا اقترنا بذرفين وليس ذرفين واحد بمعنى أن العقوبة موجودة ولكن تشدد إذا اقترنت بذرفين فهنا يجب واني تأكد أن قادم ملزم بأن يطبق النص بحيث يجب واني بحث هل اجتمعت اجتمعت ضرفين على الأقل على الأقل إذن ضرفين فما أكثر من الضرف المدكورة عند ارتكاب الجريمة أما إذا لم يتوفر سوى الضرف الواحد فإن الأمر اختلف ففي الحالة الثلاث الأولى المدكورة إذا اقترنا أحدها بارتكاب الجريمة فإن العقوبة تكون هيسين من خمس إلى عشر سنوات وإذا تكلمنا عن الأمر هذا سيجعلنا نناقش كذلك الفصل 510 الذي يقول يعاقب على السارقة بسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنا بواحد من الظرف الآتية الفصل السابق يتكلم عن بارولة وجود ضرفين من الظرف التي نقشناها عندما نقشنا الفصل 508 أما الفصل 510 فهو جاء بمقتدر آخر يعاقب على السارقة بسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنا بواحد من الظرف الآتية هي تقريبا بعض الظرف من الظرف التي نقشها الفصل 590 ولكن سنقرأها استعمال العنف والتهديد أو تزيي بغير كنفزي النظام أو انتحال وظيفة من وضع في السلطة وقوعها ليلة ارتكابها من شخصين أكثر استعمال تسلق والكسر واستخدام إلى آخره تقريبا نفسها فقط نلاحظ أن المشرع أسقط منها بعد الحالات كمثلا الفقرة الأخيرة إذا كانت سرق عاملا ومتعليم إذن يجب رجوع الفصل حتى تناقشه بشكل الذي يفيد إذن هنا تكلمة عن تلك الظرف العقوبة ما هي في الظرف الأول دين الفصل 590 السجن من 10 إلى 20 سنة متى إذا توفر درفين على الأقل الفصل 510 يأخذوا بنفس الظرف ويترحوا بعضها ولكن العقوبة أقل بمعنى أنها إذا كانت في الفصل السابق من 20 من 10 إلى 20 سنة فإنها في الفصل 510 من 5 إلى 10 سنوات لأنها في الأولى ضرفين على الأقل في الثانية ضرف واحد إذن هنا من طبيعة الحال هذه الحالة الرابعة هنا لكي نحتيد نوعا مبعض الظرف بإيجاز نتغل الظرف المشتدة في جريمة السارقة ترجع الخمسة الظرف بالأساس ولكن لأن الكثير من مصطلحات التي تأخذت خدوم قطة طويلة لنقاشها ولكن نعطي بإيجاز مثلا الزمان أي الوقت الذي ترتكب فيه السارقة كذرة في الليل والليل فيه نقاش لأن القانون لم يرعج معنا الليل ولكن نقول هذا مثلا ضرف 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 تشتري المكان الذي ترتكب في السارقة المنازل المسكونة والمعادلة السكنة والطرق الأممي إلى آخر إذا لاحظوا أعطنا مشاريع حديد أعطنا الزمان ثم المكان ثم الوسائل مستعملة كالتهديد بالسلاح إلى غير ذلك ثم صفة الجانية إذا كان خادما أو أجيرا إلى غير ذلك ثم تعدد تعدد المرتكبين إذن هذه بعض الظروف التي تجعل العقوبة تشدد من طبيعة الحال وهذا تشدد العقوبة هذه كذلك يعرف مده بطبيعة هذا الاستعمال ونور الاستعمال للزمان والمكان والوسائل مثلا الليل في نقاش طويل والمكان كذلك لأن 511 يحدد مثلا المنزل المسكون ما هو المنزل المسكون في الليل بالنسبة لليل المشرع لم يعرف الليل وفيه النقاش كثير إذن قلنا 511 بنسبة البيت المسكون أو المعد السكنة السكنة إلى غير ذلك الطرق العمومية ويجب أن نعود إلى الفصل 511 الذي يعرف الطرق العمومية كذلك الوسيلة المستعملة سنجد مثلا تعريف السلاح الذي نقصنا قبل قليل بدلون الكسر مثلا يمكن أن نعود إلى الفصل 512 من القانون الجنائي تصور أي تصور محاولة اقتحام المنازل على الطريق الصور ويطلع الحياة إلى غير ذلك إلى ذلك هنا كذلك الفصل 513 يمكن أن نعود إليه التزييب زي نظامي بدون حق وانتحال وظيفة هنا طبعا القانون الجنائي يعاقب على انتحال الوظيفة وكذلك على استعمال بعد الملابس أو الأوسيمة إلى غير ذلك كذلك المفاتيح ويعرف الفصل 514 فتم الصفة وهي كثيرة الأجير العامل إلى غير ذلك تعدد الصريقين ونجد أن الفصل 510 وخصة سعود نصى على هذا الأمر ثم كذلك الصريقة بين الأقارب هذا موضوع آخر لأنه تشتد فيه العقوبة فالتشديد المسرحة ولما أمكن أن يحيط به حتى يمال كل فاعل عقابه المناسب لعقوبته بهذا ننهي هذه المحاضرة وموضوع محاضرتنا المقبلة وستكون إن شاء الله المحاضرة الأخيرة في موضوع النصب وكذلك خيانة الأمانة ما دمنا نتكلم عن جرائب الأموال وشكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر